سياسيون وكوادر حزبية ومواطنون يهنئون الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناسبة عقاد المؤتمر الرابع عشر للحزب وعبروا عن سعادتهم وفخرهم في الثقة المطلقة بالرئيس بارزاني وتجديد انتخابه كرئيس للحزب لشخصيته القيادية ودوره في تحقيق مطالب الشعب الكردستاني بدءاً أنا أعماق لي ببارك للحزب الديمقراطي الكردستاني وعلى رأسي السيد الرئيس مسعود البارزاني على إنقاد المؤتمر الرابع عشر لهذا الحزب العريق الذي يعتبر أكبر العزاب السياسي العامل على ساحة كردستان وساحة العراقية إن إنعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات له أهمية خاصة نحن نعلم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني التاريخ من طويل في النضال من أجل تحقيق أداف الشعب الكردي والشعب العراقي عامة وقدمت تضحيات كبيرة على ساحة النضال واستطاع مع جميع الحزاب السياسية الأخرى العامل على الساحة الكردستانية والساحة العراقية من تحقيق الكثير من الأماني لأبناء شعبنا الكردي وأبناء شعبنا الكردستاني والعراقية بشكل عام إن إنعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات له أهمية كبيرة جدا كما قلنا خاصة وأنه بعد تشكيل حكومة العراقية الجديدة هناك وعود عفوا هناك وعود كثيرة واتفاقات جرت بين القيادة السياسية الكردستانية والحكومة العراقية الجديدة وإن هذه العود يجب أن تتحقق ولا يمكن تحقق هذا العود إلا بالرص الصفوف ووحدة الكلمة بين الحزاب السياسية الكردستاني جميعها إذا أتأمل وأتمنى أن يكون إنعقاد هذا المؤتمر أحد الأسباب الرئيسية لتقريب وجهات النظر بين الحزاب السياسية العاملة في كردستان وتصفية الخلافات الموجودة والتوجه إلى بغداد بفريق واحد وكلمة واحدة وخطوة واحدة بغداد تقويت الموقف الموحد ليستطيعون جميعاً جميعاً تحقيق جميعاً هداف التي ناظر ويناظر من أسجها إن وحدة الصف بين الحزاب الكردستاني تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق جمعين أماني والتطلعات التي تطلع إليها شعبنا الكردي لذلك أرى أن هذا المؤتمر سيكون أحد الأسباب الرئيسية لتصفية الخلافات وأتمنى من جميع الأحزاب السياسية في كردستان التوجه نحو بعض من بعض لتصفية هذه الخلافات وتوحيد خطواتهم وكلمتهم وتوحيد جهودهم من أجل التحقيق ما نظر من أجلها وقدم التطلعات الكبيرة من أجل ذلك ومن هنا أتقدم شكري بتهاني القلبية الحارة للرئيس مسعود البارزاني على حصوله على الثقة الكاملة لجميع أعضاء المؤتمر بصوت واحد لرئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يخفى أن الشخصية الزعيم والرئيس مسعود البارزاني تأثير كبير على الساحة العراقية والساحة الكردستانية وكذلك التحياتي وتهاني الحارة للأخوين كل من نجفان البارزاني ومسؤول البارزاني على انتخابهم وكنائب الرئيس ولجميع أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية الجديدة أتمنى لهم التوفيق في عملهم والاستمرار في نضالهم من أجل تحقيق جميع أماني وتطلعات الشعب الكردي بمناسبة عقادة المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني أبارك جميع الكوادر في الحزب وأبارك الرئيس البارزاني لتجديد اختياره رئيسا للحزب كما أبارك كل من السيد نياتشيرفان بارزاني والسيد مسرور بارزاني كنائبين للرئيس أتمنى أن يكون هذا المؤتمر فاتحة خير وسلام لكردستان أبارك جميع كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناسبة عقادة المؤتمر الرابع عشر وأبارك الرئيس البارزاني لتجديد اختياره رئيسا للحزب من هنا بهذه المناسبة أطلب من الرئيس البارزاني لأنه مفتاح الحلول لجميع المشاكل مع بغداد ولأنه له دور كبير في حل جميع المشاكل وبالأخص لمدينة كاركوك وأتمنى له النجاح والتوفيق والعمر المديد بداية نبارك للرئيس مسعود البارزاني نينيلي الثقة مرة أخرى في اختياره رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني ونبارك للسيد نياتشيرفان البارزاني النائب الأول للرئيس ومسرور البارزاني النائب الثاني للرئيس ونأمل أن هذا المؤتمر أن يأتي بالخير والسعادة لأهل الكردستان وأهل العراق عامة ونحن أملنا كبير في الرئيس مسعود البارزاني أن يحل كل المشاكل لأن كل مفاتيح المشاكل اللي في العراق في يد الرئيس مسعود البارزاني ونحن نأمل أن هذا المؤتمر أن يأتي بحل كل المشاكل اللي موجودة في كردستان والعراق عامة